نسمة 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 كما كنا نشوفه في الفيديو للحديث بقي فرقة كل ناس وطفولة سوريا تتحدى الحرب بالفن طفولة سوريا تتحدى الحرب بالفن طفولة ترجعنا السياقات أليمة في نهاية الأمر يقول أديب من هناك حنامين في قلب المحنة يشرقوا أمل الخلاص الأطفالة ذوما تولدوا في الحرب يبدو أنه من خلال صورهم تولدوا في السبع سنين ذوما تولدوا في منجب نقوله أقوى حرب قادرة اتخاذت في الشرق الأوسط من حيث تدفقات لرهابيين من حيث كمية الموت من حيث كمية التهجير اللي الأطفالة ذوما معناها مع الأسف نجد بعض منهم في أوروبا ملوح في البرد تحت الأخيم نجد بعض منهم في لبنان في الشوارع يعني مأساة كاملة ما عندهم فيها حتى ذنب إن شاءنا هو معناتها ذنب وعالم لا قلب له يعني جاتنا فترة صارت تحولات ممكن تدرسة التحولات هذه في مخابر استراتيجية كبيرة وتوجهت إلى دول حتى تقتلع الأنظمة تحتها بشكل سافر وعنيف وتحل أنظمة أخرى غير موجودة في الواقع في الحقيقة واهمية وهذا كشفته الحرب اليوم نشوف أطفال سوريا في مرحلة أخرى في مرحلة أن سوريا بدأت تسترجع في مهاجرينها لحظن الوطن وهذه هامة جدا يعني اليوم وصلنا للمرحلة أن الأحداث الدامية والشهداء اللي سقطوا والأطفال اللي ماتت في الحرب هذه وغيره أفضت في النهاية إلى استرجاع نسيج الوطن لوحدته وبطبيع المعارك مستمرة ولكن الآن سوريا أصبحت مفتوحة أكثر فأكثر للعودة ولبناء الوطن هذو ما الولاد هذو ما يتربعوا على حاجة أساسية اللي ينجم واحد يفقد الثروة ويرجعها نجم يفقد أي شيء ويرجعه إلا اللي يفقد الوطن نتاعه معناتها اليوم النزعة الوطنية قاعدت عودت ترسخ في ذهن العرب الكل في الحقيقة بفعل هذه الحرب الدامية وبفعل هذا التشذي الذي تسبب فيه في الحقيقة ظاهرة عابرة للقارات تكونت في الظلام دبّرت بليل هي ظاهرة الإرهابية أو إرهاب الجماعة المسلحة أو إرهاب الإسلام السياسي وما شأنه أن نسميه واللي اليوم أحصد أرواح بريئة واللي اليوم قاعدت تشتت في كل أرحاء الأرض وهذه هؤلاء الأطفال وأطفال العرب في الحقيقة الأطفال العراقيين عناه ضربوا في ملجأ العاميرية يعني هناك طفولة ولدت في أجواء الحرب القذرة بالأسف والمخالفات النفسية ستكون فضعة إذا كان الأطفال الذومة اللي في المسرحية لقاوش كوني يلموش كوني أضطرم فأنه أطفال آخرين كما قلت لكي وشفت بعينيها مطيشين في الشوارع مطيشين في الشوارع لماذا؟ كما قلنا روحوا عالمين لقلبة له تخلي معناتها فهمتشين أحتل البلدان أحتل معناتها السيادات وهتك الكينات من الدول اليوم إن شاء الله المسرحية هذه أو الأطفال الذين يتحدثون عن الحرب والحياة إن شاء الله تعود الحياة لسوريا تعود الحياة لكل البلدان العربية التي أرهقت بالحروب المدمرة وإن شاء الله الأطفال يحملوا رسالة المستقبل أنه لا تفريط في الوطن وفي سيادة الوطن من أجل أي حفنة من الغوزات يدعيه الديمقراطية أو يدعيه غير ذلك خليل اليوم كان نشوفه المشهد الثقافي ومدام وساهمته في القضاء أو في محاربة الحرب في حد ذاتها بطبيعة الثقافة هي كل شيء نحن نرجع أصلا للقضية الفلسطينية القضية الفلسطينية القوم محمود درويش هو ذاكرة القضية هو الذي حفظ ذاكرة الأرض الهاربة من تحت الأقدام كما قال كان نمشيه لبنان ننقاول يحفظ القضية الصحفيين وفنانين ننقاول مرسيل خليفة عنوان من عنوين حركة المقاومة والتحرر ننقاول سوريا كيف كيف ننقاول أدبان ننقاول فنانين ننقاول مسرح يشتغل من أجل حفاظها الكيانية الوطنية من أجل الحفاظ على الروح الحضارية على البلاد معنى الثقافة هي قاترتنا جميعا والثقافة كانت قاترة تونس وما ننسيهش اليوم أن تونس بفضل ثقافتها وبفضل ذهنيتها المتطورة أصبحت حديثة العالم والناس كل إنجاز تعملوا تونس إلا وكانت عنده خلفية ثقافية في نهاية الأمر اليوم تونس مؤثر على جميع الدول العربية اليوم تونس خليت نوارف وأدنجم تتكلم وتحاول تحاكي لحالة تونسية اليوم تونس خليت موذيعة في الثقانات العربية تطلب الجنسية التونسية هذا بفضل رأوا الإنجازات اللي تصير دايما الكبرى في الدول هي إنجازات ثقافية بالأساس يتمهدلها عبر الأدب والشعر والمسرع والسينما وهذا نعول عليه الآن لبناء مجتمعنا الجديد في وسط الأتونم تحصيرها في الحقيقة كتلة الظلام ما زالت تتحرك في الدول العربية وهي أيضا كتلة ثقافية ولكنها تمثل ثقافة أخرى ثقافة الدمار ثقافة الموت ثقافة الإنجلاء إلى غير ذلك وهناك كتلة النور التي تتحرك أيضا في كل بلدان العربية هي كتلة الحياة كتلة التقدم والأمل كتلة المساواة بين المرأة والرجل كتلة الأمل إلى آخره اليوم الصراع كبير ما بين الروح التحديثية اللي كليك برشة ضرب في هذه الحروب القادرة وما بين روح أخرى مدمرة وهذاك عليش نقاوم من جهة التشرد ومن جهة الحرب ومن جهة إرادة الحياة التي تحاول أن تشق غبار هذه الحرب وتعود من جديد تعود من جديد الألق العرب اللي هم في الأساس أنت تحكي على الثقافة يسميهم الحضارة الكلامية تيوان العرب والكلام هو الشعر هو الأدب وغيره هذوما تعرضوا إلى عصور انحيطات تعرضوا إلى عصور ظلام أنا لهم أن يعودوا من خلال البوابة الثقافية وغير البوابة الثقافية ومعنت إن شاء الله القادم خيره إن شاء الله وخليلنا كنا نلاحظنا والناس كلها تلاحظ أن المسرح كان نوعا ما معالج للقضايا الاجتماعية اللي عيشها المجتمع منذ القديم منذ القديم وحتى أنت في سنوات كان يحاكي الواقع المسرح دائما هو كما نقوله هو روح الشعب هو ألام الشعب وأماله تتحرك أمامه على خشبة فيها فنانون والمسرح تقام بدور كبير في التعريف بالبلدان أصلا المسرح في مصر المسرح في تونس اليوم نحن كان نرجع بعض المسرحيات الكبار جعايدي وغيره نلقاوا أن كل ألام البلاد كل تحولاتها السياسية والاجتماعية وحتى تحولاتها النفسية مثلا في خمسون ولا ثلاثون ولا غير ذلك نقاوا تحولات نفسية تحولات اجتماعية تحولات سياسية نقاوا سينما أيضا تقرخ للعذابات والدمارات وتفتح أفقه جديد ليشق هذا الغبار كما قلنا الفن هو في النهاية أو المسرح هو اللي يمزق نسيج السائد والمألوف ويخلق لك حالة جديدة تعيش فيها تبدأ بحلم ثم تنتهي بالحق لأن تترجم الفكرة السياسية هناك عديد البلدان العربية اللي اخذت منها ثقافة بوابة للنهوض وبوابة لدخول العسل الجديد البلدان اللي تأخرت في الحالة الثقافية نقاوا لليوم المرأة مازالت الطالب بحق البرمي وإذا أسندولها حق البرمي تسوق مع محرم يجب أن تسوق مع محرم معنى أن تشوف الفرق ما بين الشعوب اللي نهضت وخصم زعماء الحركة الوطنية ثم زعماء انطلقوا أساسا من العمل العسكري وفم زعماء أصلوا بناء الدولة الوطنية انطلقهم تونس أصلناها انطلاقا من مصر حي القرن 19 بدناها من مصر حي القرن 19 ثم الحلم امتاحهم بتونس جديدة تحاكي العالم المتطور تحول لطبقة السياسية البنات الدولة الوطنية ثم هذا تحول إلى فعل معرفي الريهان على الإنسان على المعرفة أولا ثم بناء الدولة وهذا اللي صار أن تونس بنات دولتها من خلال فعل ثقافي ذهني بالأساس والحالة اللي وصلناها اليوم هذه الكلة كانت حلم عند الفنانين وعند المسرحيين والمثقفين وغيره أننا ماشيين في اتجاه تجسيد المواطنية الكاملة اللي هي الحرية والفن هو الحرية في نهاية الأمر أكيد